اشتركوا في القناة وأن كلمة تدريسة شباب يعني ارتفاعات وانخفاضات طبعا السكان بيكسروا في السهول والهضاب غير الوعرة الهضاب غير الوعرة وبيقلوا في أعالي جبال الشهقة تخلوا منها السكان زي ما في الصورة قدامك هو أسباب ارتفاع كسافة السكان في السهول والأراضي المبسطة سهولة البناء يصر التنقل اعتدالي للمناخ أسباب انخفاض كسافة السكان في المرتفعات الشهقة ورودة مناخها وعورة مساكنها وشدة انحضارها صعوبة البناء وغير ذلك كل ده بيؤدي إلى التضاريس اللي هي في السكان نيجي النشاط واحدة شباب أشكال التضاريس في القرارات اللي قدامك ديت وتوزيع السكان آسيا السهول كسيفة السكان أفريقيا الهضاب متوسطة السكان أمريكا الشمالية الجبال قليلة السكان طبعا القارة الأكثر كسافة السكانية احنا قلنا في الدروس القادية التي تم دراستها أن 60% من السكان العالم بيسكنوا في قارة آسيا هي أكثر كسافة سكانية نيجي بعد ذلك المصدر الآخر من المصدر الطبيعية وهو المياه تتعدد مصدر المياه على سطح الأرض وتعد عاملا أساسيا في توزيع السكان المياه بتمثل 71% على سطح الكرة الأرضية طبعا المياه بتنقسم إلى مياه عزبة إلى أنهار اللي نبيع البحيرات المياه الجوفية الأمطار المياه المالحة المحيطات البحار البحيرات المالحة غير ذلك وترتفع الكسافة السكانية في السواحل البحرية كان السؤال دا جلنا في أول درس ليه السواحل أمامها كسافة سكانية عالية طبعا هوت لعمل في محطات توليد الطاقة لعمل في المواني للزراعة وصيد الأسماك وكل دا موجوده أدامك هوت أسباب ارتفاع كسافة السكان قرب المياه مصدر غزاء واقتصادي مجال المواصلات الفعالة مصدر للطاقة المتجددة طبعا نيجي هنا شباب للنشاط اتنين المناطق المائية في وطني طبعا مطني هذه وطني المملكة العربية السعودية بيطل على البحر الأحمر جدة أو ساحل خليجي العربي الدمام نيجي الآخر شيء في رقم باء صفحة 25 أبناء الطلاب عندك هنا نيويورك جدة بغداد نختار منهم هنا أول واحدة نيويورك هتختار آخر واحدة غرب المحيط الأطلسي لتكون مركزة للتجارة عالميا رقم اتنين جدة قرب البحر الأحمر لتكون مركزة لاستقبال الحجاج بغداد رقم الثلاثة لها في الوسط بالقرب من نهر دجلة حيث وفرت المياه العزبة وبذلك انتهى هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته